ولم يتبقى سوى ساعات قليلة على انتهاء مهنة قطر لرد على المطالب المشروع للدول المقاطعة ولكن دوحة وكما هو واضح تصر على تعنتها واستمرارها في عسكرة الأزمة من خلال استقبال طلاء القوات التركية خطوة لم تكن مستبعدة عن من عرف عنها بالتخبط قطر تعسكر الأزمة وتستنجد بما أسماه وزير الخارجية البحريني في تويتر بالجيوش الأجنبية إذن فهو تصعيد عسكري لا تريد منه الدوحة سوى تصديق وهم الحصار ألا فحدث العاقل بما يعقل أي حصار هذا وقد وصلت الدفعات العسكرية التركية دفعة تجر أخرى وتخندقت في الدوحة إرسال القوات التركية لم يعيقها الوقت فسرعان ما قرى البرلمان التركي أرسالها في السابع من يونيو وسرعان ما وصلت وسرعان ما لحقتها قوة إضافية وهذا ما يثير الريبة ويطرح تساؤلا لماذا تصعد قطر وتسرع تركيا للتمركز ولكن تركيا سبق لها التواجد في قطر من خلال قاعدتها العسكرية التي أنشئت بمجب اتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2014 وهذا ما ترفضه الدول الأربع من خلال لائحة المطالب فحسب ما ورد في اللائحة فعلى قطر أن تقوم بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية هذا التحدي العسكري لا يشكل سوى تهديدا للبعد الأمني وحتى السياسي فهو لا يحقق انسجاما مع المحيط الخليجي ويدلل على تمسك قطري تركي متفق عليه بحماية ملاذي رموز الإرهاب 72 ساعة تفصل قطر عن انقضاء المهلة فبدلا من أن تعد خطاب الرد الذي يعصمها من الماء تقرر قطر مواصلة ما تسميه بالتدريبات العسكرية المشتركة ويسميه الواقع تهربا من مطالب وقف دعمها للإرهاب واللجوء إلى عسكرة الأزمة ترجمة نانسي قنقر